اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزيري البترول والمالية لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي يأتي ذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي للجهود الحكومية لتلبية تحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والمهندس سارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيت وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي وذلك في إطار متابعة السيد الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي اشتركوا في القناة